وهذا وأفادت مصادر الحدث أن قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف وعدد من قيادات الحركة تنقلوا أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضية منعا لتعقبهم وكشفت المصادر أن حماس أوقفت كافة الاتصالات بجميع القيادات الموجودة في غزة بعد عملية اليوم وأن الحركة تحقق في اختراق داخلي كبير يقف خلف عملية خان يونس وأضافت المصادر أيضا أن حماس تم تحذيرها منذ أسبوع حول تخطيط إسرائيل عملية وشيكة لاستهداف أحد قيادتها ولفتت مصادر الحدث إلى أن إسرائيل اعتقلت قيادات من الصف الثاني والثالث بحماس وحصلت منهم على معلومات كما حصلت على معلومات من عناصر حققت معها حول تحركات قيادات حماس بين رفح وغزة مشاهدين مات أم لم يمت سؤال بات يتردد كثيرا في غزة وفي شاشات الإعلام وفي كل عواصم العالم عن مآلي محمد الضيف زعيم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس اليوم قالت إسرائيل وإعلامها أنها حاولت اغتياله في غارة على منطقة المواسق ربخان يونس جنوبية قطاع غزة لكنها غير متأكدة فعلا من مقتله رغم تفاؤل الأجهزة الأمنية بنتائج العملية هذه ليست المرة الأولى فعلى مدار ستة وعشرين عاما وإسرائيل تحاول اغتيال الضيف فكانت المحاولة الأولى في يوليو من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين عندما تناهى إلى علمها أن الضيف بصدد عبور طريق فلاديلفيا من قطاع غزة إلى مصر حاولت إسرائيل اغتياله لكن لم تنجح لم تكف إسرائيل عن ملاحقة الضيف وظلت تطارده أينما كان بعد ثلاث سنوات وتحديدا في أغسطس من العام الفين وواحد حاولت إسرائيل اغتياله ونائبه عدنان الغول لكن المحاولة كان مصيرها كما مصير الأولى هذه المحاولة تلتها محاولة أخرى في سبتمبر من العام الفين واثنين عندما أطلقت مروحية أباتشي تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ساروخين على سيارة بحي الشيخ رضوان لكن بعد ساعات قليلة اتضح أن الضيف فقد إحدى عينيه وأصيب في يده بعدها تقريبا بعام حاولت إسرائيل استياد الضيف لكنها أخفقت مرة أخرى حين استهدفت غارة إسرائيلية في أغسطس عام الفين وثلاثة منزلا في غزة في أعقاب تقرير قال إن قادة حماس بينهم الضيف قد اجتمعوا هناك فكرة اغتيال الضيف ظلت تراود كل قادة إسرائيل الذين تعاقبوا على مناصب المسؤولية حتى جاء يوليو 2006 لتشنى طائرات إسرائيلية غارة على منزل كان يعتقد أن الضيف فيه لكنها فشلت وقيل يومئذ إنه أصيب بجروح خطيرة فقد على إثرها ذراعيه وساقيه لكن ظهرت أنها أخبار غير صحيحة فيما بعد ولأن الضيف صيد ثمين بالنسبة لإسرائيل انتظر قادتها ثمانية أعوام أخرى لينفذوا محاولة أخرى لاغتياله عام 2014 وقتها استهدفت غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل زوجته وأحد أطفاله لكن الضيف نجاه هيا بلك أهداف نتالياهو هيا بلك أهداف نتالياهو هيا بلك أهداف نتالياهو هيا بلك أهداف نتالياهو أنا وإمي الحجة عندي وإلادي وحطين الصفرهان لسه بنقول بسم الله ما لقيتك قال لها البومبة نازلة برميل ما تقول لها عشر طن نازل فجأة لقيت حال الخيمة كل الخيمة تمعت فوقية تحت الركام صرت مي بدأ أسعف أمي ولا بنت الطفلة ولا زوجتي ولا أولادي أدور عهالي أنا وين أنا إيش اللي صار أنا بحلم أم بعلم يعني طي أنا نزحت 12 مرة هذه أما المنطقات إحنا يعني قالوا فيها وسط مواسخة نولس وسط البلد أكتر منطقة مقتزة بالسكان كل جيراني اللي حولي كلهم ناس مسنين صبايا أطفال ناس مدنيين ما إلهم ألخف حاجة فجأة قاعدت خيمتي بأمان الله إلا هم كل الخيم اللي وراه والعمارة هادة انضربت وفجأة من نجري أطلعت تحت بالعافية من تحت الخيمة وجينا بين الشوارع نضرب ضلو يضرب شغال وجينا عراس الشارع لهو نضرب راس الشارع جينا نجري كل الشارع جثث وأشلاء هاد هي اللي نتنياهو اللي بدو إياها المناطق الإنسانية اللي بيحكي عنها مناطق إنسانية فاش عنده منطقة إنسانية ولا منطقة آمنة ترجمة نانسي قنقر